طيب النهاردة يعني قبل ما نبدأ بس في المحاضرة أحب أعرفكم نفسي أنا اسمي محمود العشري أنا خبرة حوالي عشر سنوات في مجال الكونستركشن أنا في البداية أنا يعني في الوقت الحالي أنا بيعتبر أنا عندي شركة مأولات واستثمار عثاري شغال هي الشركة دي فئة تانية وأنا بيعتبر مدير الجزء التنفيذي في الشركة بالإضافة لأن أنا مشارك مع بشوان سامير النجم في شركة بنش مارك ودي شركة هدفها الأساسي إن هي تدي تدريب وتأهيل للطلبة أو حديث التخرب إن هم يعني يقدروا يبقوا عندهم البيزيك نولدج اللي محتاجها الماركت لأن طبعا كنا عارفين يبقى فيه جاب شوية ما بين الدراسة الأكاديمية اللي احنا بيخدها في الجامعة وما بين طبيعة العمل بقى في المصطلحات اللي بتبقى موجودة في الشغل والمعلومات اللي المفروض تبقى متوفرة عند المهندس اللي للأسف بتبقى الدراسة الجامعية مش كافية لها إنها تغطي الجزء الجديد فإحنا في الأساس شركة بنش مارك هي شركة سيستر كامبني لشركة العشري المقاولات وهي بتدي هتبقى بتدي زي ترينينجس والترينجس دي بقى جواها سايد فيزيتس وكلام من ده بحيث إن احنا نقدر نفال الجاب أو نغطي الفرق اللي هو الخبرات أو المعلومات اللي مش متوفرة عند حديث التخرب بحيث إن هو يبقى مؤهل إن هو لما يروح النطع ما يبقاش فيه رهبط النزول دي ويبقى عارف يعني البروزس كلها ماشي المشروع من أوله للأخر وإيه اللي بيحصل فيه محدش بيبقى ملم بكل حاجة بس يبقى عنده فكرة عن طبيعة العمل الدنيا بتمشي إزاي ويقدر يبقى عارف هو متخصص في أنهي جزء هو ده اللي يبدأ يتخوي فيه نفسه بعد كده بحيث إن هو يقدر بعد سنة مثلا من التخرج يقول أنا مهندس مكتب فني أنا اشتغال في أي بروجيك أو أنا مثلا مهندس تنفيذ أو أنا مهندس مصمم أو أنا بلانر أو المسميات دي كلها لازم الواحد المفروض يعني خلال الفترة الأولانية من حياته يقدر يحدد توجهه بحيث إن هو يبقى عنده فكرة عن كل حاجة بس متخصص في مجال معين يعني طبعا المجالات بتلم كل الأمور فده يعني ده اللي أنا بعمله وده نبزة كده عن يعني الشركة زي ما قلت لك وهي اللي أنا بقدرها دي شركة استثمار عقاري ومقاولات فئة تانية وعلى الوجه الآخر يعني إحنا متشاركين أنا وبشوانس أمير بنجمي بشركة بنشمارك لتأهيل الطلبة وحديث التخارج يعني نبزة كده سريعا القالتي بطلعي أنا الشخصية هو أنا متخرج من هندازة عين شمس دفعة 2010 زي ما مكتوب كده في التحقق وبعد كده كان مستهبيني مجال المانجمي شوية ففي 2012 خذت ديبلومة الPRMG أكيد لو اظمت لو يسمع عنها ديبلومة كتما الأمريكية بتد ave يعني يعني البيزيك نولدج كده بتاعت البروجك تاعتد والديبلومة يعني مفيدة جداً يعني أنصح اللي هيحاء بيتخصص في مجال المانجمي ان هو يعني ياخد الدبلومة دي فيها مديوز معينة كمان تبقى مهمة جدا جدا وفيه إنتراكتورز هناك عندهم خبرة واسعة جدا وبصراحة بيسكلوا جدا الناس اللي بتشغيل معهم أنا مش عارف هو فيه مشكلة في السكرين فانا الشاشة من قولة قدامك ولا لأ سوين كده اشيك بس من البرنامج أعتقد كده أنا عملت شيري سكرين وأعتقد الصورة قدامك واضحة خلينا نكمل مع بعض أنا كنت أقول لكم الدبلومة بتاعة الPRMG بعد كده يعني لما أكمل دراسة معي أو الProject Management Institute في أمريكا ده يعتبر الجهة يعني الأعلى كرانكينج وكده في حتة الProject Management على مستوى العالم ده أخطر جهة يعني معتمدة بالنسبة لمجال الProject Management ويعني في حقيقة والشهادة الجنرال بتاعتها فهي اللي هي بتقول أن انت تستخدمها فدي أنا خاتتها سنة 2014 وبعد كده سفرت بريطانيا أو المملكة المتحدة يعني تحديدا في مدينة بيرمينجهام مجستير بتاعي في مجال الProject Management وخلصته بـ Distinction في 2015 لكده نبزة سريعة عن الـ Qualifications الخاصة بيه بس عشان أفكر كده عن التعريف عن الـ وبعدين بقى نبدأ نخش في المحاضرة نفسها خلينا نبدأ مع بعض بكده بسم الله هو زي ما نشايفين المشروع هو الـ Project Life Cycle العنوان بقى المتفرع منه اللي هو الـ Processes اللي بتبقى في كل الـ Project وازاي نعمله؟ العنوان مبدئيا الـ Project Life Cycle يعني عمر المشروع طيب يعني ايه عمر المشروع والـ Processes اللي بتبقى جوه المشروع ده؟ أنا عايز أشدفي من المحاضرة دي أن أنا أديك الـ Understanding أو الفهم والاستيعاب بتاع كل مراحل أي مشروع ونستركشن طيب هستفيد ايه من كل مراحل المشروع يعني لأي مشروع ونستركشن بيمر بيها؟ هستفيد ان أنا في حتة كده بتبقى يعني كلنا بنواجهها سواء وإحنا في الممكن من أيام سنوية عامة حتى أو سنوي ممكن تلاقي ناس دخل الطب عشان نجابها مجموع عالي في سنوية عامة فانت حتة الاختيار دي بتبقى مشووشة شوية لأنك بتبقى مستوع بالكاملة للحاجة اللي انت أصلا مقدم عليها فالجزئية دي أنا بشوف ان هي بتبقى confusing جدا للطالب أو لحديث التخرف هو عايز ايه؟ أو مش عارف هو حابب ايه؟ وحتى لو عارف هو عايز ايه وحابب ايه فهو مش عارف الشيء اللي هو مقدم عليه ده بالزبط هو عبارة عن ايه تفصيلية يعني بجد هحبه ولا لا يعني زي مثلا ان احنا دخلنا كلنا هندسة بس بعد ما تعمقنا في دراسة الهندسة بتلاقي بعض الناس وبعض الطلبة يجي يقولك أنا لو رجعت تاني استحقى الناس لا لا انا مش حاسس ان انا ميولي خالص في المكان ده فالحتة دي بتبقى confusing جدا للناس فهي برضو بتبقى عند الخريج الجديد أو حتى وإحنا مثلا في عدد هندسة مدني ولا عمارة ولا كهرباء ولا مريكانيكا يعني ايه القسم اللي انا شايف ان انا حبه فتلاقي ان انت عندك مشكلة ما بين انت مش عارف تحكم على اللي انت حبه وبنش فاهم طبيعة القسم اللي انت بتتكلم عليه يعني ايه مدني بجد ما يعني ايه هعمل ايه لما بيهونس مدني اه كلنا عارفين ان مدني ده اللي بينفز المنشآت بس دورك من ايه حقيقي لا الفكرة دي ممكن جدا ان تتضحش معاك غير لما بتخش القسم فعلا واحيانا ما بتبنش معاك غير بعد بجد ما تتخرج وتشتغل احنا عايزين يعني نبسطه للناس اللي في اخر مراحل الدراسة دلوقتي بقى ومخدمة على سوء العمل او الناس اللي هي قرية دي تخرجت بس لسه يعني حياتها المهنية عايزين نوضح لهم ايه المجالات اللي ممكن يشتغل فيها انت تخرجت كمهندس مدني او معماري مثلا تخرجت من تشتغل قدامك مجالات كتير جدا جدا ممكن تشتغل فيها طيب المجالات دي هل بالضرورة كلها هتعجبني هل انا مؤهل لها مش شرط هل انا بعد ما اشتغل في اي واحد منهم هحبه وهبقى متميز فيه مش ضروري فبالتالي انت بحتاج تفهم او احنا منحتاجين مع بعض understanding بتاع كل العمليات اللي بتتم داخل مشروعات او كل job task يعني كل المهمات اللي تطلب ايا كان موقعه ايه في البروجيكت بحيث ان احنا نبقى فاهمين طبيعة الحاجة دي فنقدر نحدد اذا كنت انا تعالى هبقى ميال للشئ ده فده كده الغرب من المحاضرة طيب في حاجة يعني هتبقى مختلفة في المحاضرة هنا عن المحاضرات ممكن التانية او عن اي كورس مثلا بناخدها في الجامعة ان احنا هنا مش بندى علم زي اللي احنا بناخد في الجامعة مش مش بحلمك زي تعمل design لحاجة او كده لأ انا هنا بديك خبرات حياة بس بشكل علمي مش عارف باشوانس هو في مشكلة في مش عارف باشوانس محمد تسمعني ولا لا باشوانس محمد تسمعني سامح حضرتك ممكن حضرتك تجيب بريزنتيشن تاني شردك روزن تاني ولا لا حظا لا هو اه ما عارش ازازن حراية حراية ممكن تعمل شردك روزن تاني شردك روزن تاني اوكي اه ما عارش ما عشان اسازن بس يحرايكو جميعا محدش يعمل شردك روزن عشان هو يعني المهندس محمود يعرف يشرح المحاضرة وهو الوحيد اللي هيعمل شير سكريين بس فضل بشوانس محمود ميش انا بحاول شير سكريين بس هو اللحظة هو كده انا اللي شير مش بتاعتي معلش باينا قدامكم مضبوط اه بالضبط بالضبط حقيق معلش باينا شير سكريين تاني تمام اوكي اوكي تمام كده تمام ممكن نبدأ على طول كده تمام 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 احنا احنا كنا بنشرح الغرض من المحاضرة ايه وزي ما كنت بقول لكم المميز او المختلف هنا في المحاضرة دي عن بعض الكورسات او او عن الدراسة الجامعية احنا مش هنشرح علم احنا هنشرح او خبرة عملية بس باسلوب عني بشكل ده يعني ده المختلف شوية احنا مش بنشرح من نهج علمي زي ما احنا مثلا في الجامعة او كده لأ احنا كل اللي هنتكلم فيه خبرات عملية بس هنصغها بشكل اكاديمي وبشكل علمي عشان يبقى بالاسلوب اللي احنا متعودين احنا بطبيعي الصح لطريقة الاكاديمية للشرح بس فزي ما انا قلت لكم كده انا اشرح كل العمليات اللي بتتم جوه البروشيك لايفسا اهمها كوي قوي انديم نعرف ازاي هي بتتعمل تبدأ انا احس بنفسي وامكانياتي انا يعني ايه اللي لمسه من العمليات دي ايه اللي حس ان انا ممكن ومميز فيه وده نفس الوقت يعني هبقى فهمتها وابقى شايف ميولي ايه فقدر اختار انا اتوجه لانهي اتجاه في المشروع خلونا نبدأ بقى اهم جدا ان احنا نعرفها عن اي مشروع هي الاطراف اللي بتبقى في اي مشروع اصلا اللي هما البروشيكت بارتيز يعني ده الترم اللي بيستخدم يعني بالطريقة البروفيشنال يعني ان انت بتقول طرف بالعربي او بارتي بالانجليش ده اللي هو الاطراف المختلفة اللي هربها زي ما نشيفين معاي على الشاشة كده ايما الكلينت الكلينت ده اللي هو المالك بيبقى ليه مسابق كثير جدا ممكن يبقى اسمه مثلا ديفولبر لو نباتكالب على مهمار عقاري ريال استيت ف هتلاقي دايما يعني بنريفير للكلاينت او بنريفير للعميل او المالك باسم الديفولبر ممكن مثلا يبقى اسمه امبلوير هذا برضه مصطلح ممكن يستخدم يستخدم بطير قوي خصوصا في علم الـ Project Management هتلاقي دايما بيريفيرو للمالك باسم Employer ففيه مسميات كتير قوي للاحباب لان محتاج تفهمه عن الـ Client انه هو ممكن يبقى Private Sector او Public Sector او الحكومة او القوات المسلحة يعني المالك ده هو مالك المشروع اللي بيميز او اللي بيعاب هو ده الشخص اللي بيمول المشروع اللي بيدفع فلوس فبالتالي هو ليه مفروض القرار الاول والاخير في الطلبات اللي هو عايزها من المشروع في الاخر انا بعمل اعمل لها بقى يعني قوضة واحدة عملها عشر قوض دي الـ Requirements اللي انا عايزها وبالتالي بما ان انا الـ Client اللي هدفع تماما للحاجه فحقي اعمل طيب تاني حاجه الـ Design firm طب الـ Design firm دي ايه بقى الـ Design firm هو الجهة المسؤولة عن انها تعملي التصميمات طيب انا مالك هبدأ عايز اعمل مشروع معين هلجأ للجهة تعملي التصميم التصميم ده طبعا باختلاف الـ Disciplines اللي جوه الموشائي تصميم معماري الإلكتروميكانيكال ايا كان فبالتالي انا بلجأ لجهة او بيت خبرة بيت الخبرة ده هو اللي بيقدم لي الحلول للأفكار اللي عندي بيترجم الرسومات على الورق حيث ان هو يعمل لي الـ Design بعد كده في الـ Consultant الـ Consultant ده بتبقى جهة تكنيكال لان احنا مش بالضرورة خالص الـ Client ده يبقى حد فني ممكن يبقاش مهندس خالص كده انا مثلا دكتور عايز اعمل مشروع مستشفى وليكن بس انا مش فهم اي حاجة عن الـ Constructions وحتى ممكن سلطبية مش كلها حضرة في الدماغي فـ Consultant ده بيبقى برضو بيت بيبقى عنده خباط في الشروعات معيني عندما يجي شبون سمحمود مش من سمحمود مش من سمحمود شمنز محمود شمنز محمود شمنز محمود شمنز محمود عشان تقدم على المشروع وتديني زي عرض فني و عرض مالي للبروشيكت شركات البروشيكت مانشمنت شركات البروشيكت مانشمنت دي عادة بنلجأ اليها في المشروعات الكبيرة لانها ممكن تبقى مجرد ديبارتمنت جوه الشركة لشركة مقاولات مثلا او ممكن لو حجم ساعات بنهير الشركة للبروشيكت مانشمنت بس عشان تمنج المقاولين المختلفين نحن نتكلم في مشروع كومباوند مثلا واتنهار كومباوند وضير وفلات وطرق وواحنا جايبين مجموعه مقاولين مختلفه جايبين مقاول تاني لمنشئات وجايبين لانها مقاول مستقل، وفي الآخر فيه هداخل ما بين ادوارهم وبعض يعني مثلا لو انا مقاول ديبارتمنت حافر قدام المرة بتاعتي فهيمنعني ما تحط الماتيريال والحاجة بتاعتي فبالتالي ممكن يأثر على التايم سكادي والبتالي فشركة البروجيكت منجمت هي اللي بتنصق ما بين المقاولين وبعض بحيث ان لو في مقاول في التأخير المقاول تاني تبقى يعني شركة البروجيكت منجمت تبقى زي الحكم اللي هتوضح يعني التأخير ده هو بالتالي لو فيه غرامات تأخير هتتوقع على المقاول اللي تسبب في التأخير ما يبقاش حد تاني ويتظري بس بعد كده فيه طبعا المقاول والساف كونتراكتور المقاول ده المقاولة والشركة ده اللي هو اتبعت له جواب الترسية من الجهة الملكة بعد ما طرحت المشروع وهو قدم مصروف فني ومصروف مالي وأنسب حد يعني اللي هو يقوم بالتبقى كلمة أنسب دي بقى هي معتمدة على الكريتيريا أو أسس الاختيار اللي بني يختار على أساسها المقاول ده ممكن يبقى مثلا ان هو عرضه وقال لسعر بس من الشرط خلص يبقى عرضه وقال لسعر ده هو المقاول اللي احنا هنختاره أولا في مرحلة بيتم فيها تقييم فني قبل المقاولة المالية خلص بنقيم فيها المقاولين تبقى لقدراتهم الفنية وهل هم مناسبين للمشروع اللي هم متقدمين لي كبقى قدرة من ناحية العقل يعني الهومر ريسورس ومن ناحية المعدات المتوفرة لده الشركة من ناحية سي بي الشركة وخبراتها السابقة حاجات كثير جدا ممكن منحدد عليها مستوى المقاول ده وان هو مقبول فنيا وبعد كده يبقى قريف مالية وده عادة بقى بنلجأ فيه خلاص لو احنا يعني سعملنا زي تصفية واخدنا بس الناس اللي احنا هوبين عليها فنيا فعادة بناخد بقى اقل سعر في الحتة المالية لان خلاص هم كلهم كده كوالكفال يعني جيدة وعندها الخبرات الكافية والريسورس الكافية انها تقوم بالبروجيكت فبالتالي بنختار بقى صاحب الاقل عرض مالية فبقى هي الساب كونتراكتور وده بيبقى اللي هو يعني مقاول برضو بس مش عامش واخد المشروع كهول يجوز يسند لي المشروع ككل من باطن المقاول العام بس هيفضل برضو كل يعني الحاجات القانونية او الشروط او الاثر المترتبة على الاخلال بشروط العقد ال follow up king لان بالاخر هو ده المتعقد مع الجهة الملكة وهذا pin blocked min contractor ممكن مشروع عقد داخلي ويبقى المين contractor نقله المخاطر قول العاقبة بس في الاخر امام الجهة الملكة انا pin contractor انا المتعقد فبالتالي انا المتحمن كل المخاطر دي بس كانت مقدمة سياعة كده عشان ايه هي project parties و ايه الاطراف اللي بتبقى موجودة في اي مشروع تاني حاجة بقى هو ده الموضوع انا عايز بس قبل ما اخش في project phases انا عايز يعني ارفير لحاجة احنا هنبقى نسيب في الكومنت كده لبعض الفيديوهات دي شرحة بالتفصيل يعني اول كذا نقطة من المحاضرة يعني انتو هتلاقي فيه فيديو كامل باشرح حتة ال project parties دي باستفاده جديدة جدا بيوصل لك كل الطرف بالانواع كلها بادواره المختلفة في المشروع بحيس ان انت تبقى مستوعد لو انت في الاخر لما كمهندس هتتخرج وتشتغل هتشتغل كمالك هتبقى انت ممهندس ممثل مالك او هتشتغل في مكتب تصميمات هتبقى انت مهندس مصمم شغال في design firm او هتبقى مهندس استشاري شغال مع مكتب استشاري ومشروعات او هتبقى شغال في شركة project management كاستطرول كاستطرول كايا اي ان كان القصب اللي انت شغال فيه او هتشتغل مع شركة مأولى سواء من contractor فبالتالي مهم جدا انت تبقى مستوعد بالparty اللي انت هتشتغل معها دي وتبقى عارف هي دورها ايه بالزبط ايه حقوقها وايه واجباتها زيه ممهندس بس فاحنا هنلاقي يعني هننسيب اللينك بتاعه عن project parties شارح بالتفصيل اوي الكلام ده وبعد كده هنبدأ بقى نخش في project phases نفسها هنلاقي برضه يعني هنخلي بس نستعرض ايه هي project phases هم خمس phases مشهورين جدا اول phase هي initiation phase ثاني phase هي planning ثالث phase بتبقى execution رابع phase monolig وخامس phase closing طيب الانشيشن دي بتبقى المرحلة اللي هي البدايه بتاعت المشروع اللي هو احنا هنبدأ المشروع لاسه او ما قبل بداية المشروع فابدقى فيه منها فان طرح المشروع بيتم فيه خطوات معينة وفيه جزء بعد الطرح بيتم فيه خطوات اخرى زي ما قولنا اللي هي بقى مجموعة الprocesses اللي بتكون project life cycle فده برضه هتلاقوا فيه فيديو بيشرح الجزء زي ما احنا هنمشي دلوقتي ونشوف ايه التفاصيل بتاعت الانشيشن وبعد كده هيبقى فيه فيديوهات اخرى الplanning والالكسيشن والترولين والتفاصيل انا بس النهاردة طبعا مش هقدر اشرح كل الكلام ده بالتفصيل انا بس بديكم يعني introduction كده عن الموضوع عشان تفتيح بس دماغ مع بعض ده لما يعني في المحاضرات بقى القادمة ان شاء الله هنقدر يعني نمسك موضوع طبق طبق كده ونخش فيه in details جدا طيب خلينا بس ناخد نبزة سريعة وناخد نبزة سريعة عن كل حاجة وبس زي ما قولنا احنا فيه ال time اللي هو بتاع ال 40 ديئة ده فلما يعني قبليه بشوية هنقول انه هو هيفصل عشان نرجع نريكو نكتب مع بعض في المحاضره ديئة اللي هي ال initiation phase ال initiation phase دي زي ما قولنا فيها جزء يعني هي بتتقسم لكذا جزء اول جزء منها اللي هو بريتيندر بريتيندر يعني ايه يعني المشروع امام شركات المئولات تتقدم بايه بعطاءات تمام كده يعني ايه الكلام ده يعني انا دلوقتي مالك عايز عندي مشروع وعايز اعمل مهم بس لسه ما ترختوش اصلا لشركات المقاولات عشان تقدم على المشروع ده وتقول ان هي عندها استعداد انها تنفيذ يعني دي اول خطوة في المشروع خالص ايه اول خالص؟ الفيزابيليتي ستادي ليه انا محتاج اعمل الفيزابيليتي ستادي؟ الفيزابيليتي ستادي يعني الدراس الجدول طيب مكتوب هنا كده ايه؟ from client's perspective طيب يبقى انا فقبل الطرح من وجهة نظر الكلين يبقى انا حالا مش هتعرض للحتة دي الا لو انا مهندس شغال مع مالك تمام؟ فمهندس شغال مع مالك اللي عنده فكرة مشروع لسه ما بقاش مشروع لسه متعملوش تصميم لسه مش ايه حاجة اول خطوة بيعملها المالك ده عن طريق بقى نفسه او عن طريق الممثلين اللي شغالين معه قال لهم المهندسين والخبرات اللي شغال معه اول حاجة بيعملها هي دراسة الجدوى او الفيزابيليتي ستادي ليه؟ عشان يشوف اصلا المشروع ده مجدي ولا غير مجدي وغناء على نتيجة الدراسة دي يقول هيبقى فيه مش مشروع من الاساس فقبل ما نتكلم في اي حاجة جوه المشروع لازم رقم واحد في البروشيك لايف سايكل نتكلم عن اصلا المشروع ده هيبقى موجود ولا هيتلاح هعمله او مش هعمله فهدف الفيزابيليتي ستادي ان انا احكم على البروشيك ده اذا كان فيزبل ولا مش فيزبل طيب هنلاقي برضو فيديو هنضعه في البروشيك بيكلم في البروشيك دي ازايب التيم كل البروشيك اللي محتاجة تعرفها بحيث ان انت كمهندس عادي جدا ان انت تتحطف موقف حتى بلاش ان انت شغال مع مالك لا ده انتباك عامك خالك مثلا تي قالك انا معايا مثلا مبلغ في البنك مثلا وعايز استثمره قدامي قطعة ارض مثلا في التجمع حابب اشتري فيها وممكن انت تشرفي عليها كده ونجنيها فيلا ونبيعها شواء وانا بسمع المبادة بيكسب كويس جدا فانت تقول له لا سواء انا هاخد منك داتا وهنزل المكان اللي انت بتكتهد في ان انت تشتري فيه ده اجمع داتا كده عن الماركت وعمل لك فيسابيليتي ستادي بناءا على ارقام وبناءا على فوركاستنج للنسوق هناك مش مش ازاي العرض وطلب عامل ازاي بيع المتر بكام وانا يبقى عندي التعليف بتاعت تقريبا المتر هيكلف قديه وفي الاخر اقدر اوصل ان اقول لك البروشيك ده فيسابيلي ان شاء الله او لا البروشيك ده مش فيسابيلي تماما انت احسن لك مسلا ان اخط الفلوسك في البنك وبالتالي هي ده قيمة الفيسابيليتي ستادي مهم جدا ان المهندس قدر ان هو يعمل الفيسابيليتي ستادي طبعا الفيسابيليتي ستادي ده علم واسع جدا ليه مكاتب وبيوت خبرة متخصصة فيه بتعمله للمشروعات العملاقة ودراسات بيخش فيها ناس كثير جدا عشان يطلعوا مظبوط لكن انا بتكلم بهاليوه putih The basic knowledge. على مستوى يحب نتكلم على فيلا وعمار سكنية في مديدة نصري تشعرف فيلا في التجمع كله لا طبعا لازم يبقى انت عندك متاع الارقام لازم اعرف ان كمهندس ان لما تسق الموضوع ده يعني او مربح ولا غير مربح مجدي ولا غير مجدي من الممكن يبقى مربح مجدي. ما احنا زي ما قلنا على مثالى ان انا اضطي فلوس في البنك ماهونا ممكن يبقى البروجيكت بيجيبلي ربحية بس الربحية دي اقل من الربحية المؤمنة اللي هي مثلا بتاعت البنوك بغضر عن قصة ان البنوك بقى وفويت ومعوش يعني ممكن يبقى مردود المشروع اقل من مردود حاجة زي كده فبالتالي ده في حكم الفيزيباليتي او في حكم الكلام اللي انا هقبله مثلا لو انا قريدي بعمل بخط ودايع في البنك يبقى انا يعني وداهو المشروع هيجيبلي رقم اقل يبقى انا مش ان انا اجو ان اجو ان اجو ان فر مشروع زي كده بس فده برضو هتلاقوا فيه لينك للفيزيباليتي ستادي في فيديو حوالي ساعة تقريبا بيشرح الفيزيباليتي ستادي ازاي بنعملها وفيه كيس ستادي في اخله حيس ان انت تعرف تفهم الموضوع الخطوات بتاعت الموضوع بتمشي ازاي حيس ان انت تقدر يبقى عندك السنس كده فقط اذا كنت امشي في المشروع ده ولا لا فدي اول خطوة خالص يعني سوفار كده في اي مشروع ان انا اعمل دراسة جدوى واشوف المشروع ده مجدي فاقضم عليه او غير مجدي فما اقضمش عليه من الاستشبه اشبه واصل تاني حاجه برضو هتلاقوا ليها يعني زي خطنا لها لينك برضو للفيديو اللي بيشرح الجزئية دي بالتفصيل هي الديزاين فاقضم طيب انا لقيت المشروع دي وبناء عليه قررت ان انا اكمله بقى وامش فيه فهروح لان انا اعمل ديزاين طيب انا مش هشرح لك ازاي تعمل ديزاين لان طبعا ده مش يعني دي حاجه درسها في الجامعة وبعد كده ممكن تدرس تعمل تاخد ديبلومة مثلا في الديزاين تاخد فيها بقى السوفت ويرز اللي بتستخدمها واذا كان فيه حاجه ميسنج في الكونسيب تفسه انت مش فاهمها هتشرح لك كلام ده كله لا انا عايز اشرح لك البيزيك نولج برضو اللي انت لازم تبقى فاهمها كمهندس عن الديزاين او عن الديزاينرز عشما انت تبقى بتمثل المالك برضو فانت اللي بتروح تتابع مع الديزاينر اللي بيعمل لك اللي بيعمل الشركة بتاعتك المشروع يبقى انت عارف ايه الفرامج المحددات اللي هو المفروض يشتغل جواها ويبقى بحققها لك فانا برضو مش هجو يعني انديب في الموضوع ده لان فيه فيديو بطينه شارح بقى المحددات دي بالتفصيل ويقول لك مثلا التصميم المعماري ده ايه المحددات بتاعته اللي لازم تاخدها في اعتبارك ومهمة جدا مثلا مثلا عليها مثلا الـ Space Standards ان انت ما ينفعش مثلا تيجي تقول انا هعمل يعني اصل الـ requirements تاعت العميل مثلا هو عايز اوض نوم كتير في الشقة فانا هعمله وخمس اوض نوم بغض دائمانشن بتاعت القوضة ليه لان القوضة هي في النهاية محتاجة تتفرش فالفرش ده ليه ابعاد standard مثلا يعني لو لو السرير اللي هو الـ double اللي هو بتاع الاب والأم والأسرة يعني مثلا ده عرضوا عن متر ستين فبالتالي انا ما ينفعش اعمل مثلا وممكن يبقى فيه اثنين كمود مثلا واحد يمين واحد شمالي المهم ان احنا ابعاد الحاجات الـ standard دي بتاخد في الاعتبار كبرامتر من برامتر انا بس بديك example عشان الموضوع بيتكلم عن ايه المحددات دي كلها بقى هي اللي بتحدد لي التصميم نفسه وان انا لازم ابقى اشغال جواه فكل المحددات دي هتلاقيها مشروحة ايو هنحطه احط اللينك بتاعه في الـ comments عشان تبقى برضه فاهم الـ process بتمشي ازاق احنا كده قلنا او الـ process بالتم هي feasibility study او ان احنا بنعمل دراسة جدوى عشان نقيم المشروع ده تاني خطوه بتتم في عمره اي مشروع هي الـ design ودي برضه ايه اخي مشروحة موجودة في فيديو على الـ page بتاع شرحين فيها بالـ design phase والمحددات اللي بتحدد القصمات تالت حاجة بقى دي لسه الفيديو من اول هنا هيبقى الفيديوهات بتاعيتها لسه مجهة هتترفع اعتباعا على الـ page بس دي اللي انا ممكن هبدأ اخش معكم بالتفصيل فيها شوية المحادرة النهاردة بحيث ان احنا يعني دي لسه ملهاش فيديو فوح ممكن نتكلم فيها مع بعض وبعد كده يبقى في discussion اسئلة مطروحة منكم ونشوف احنا ممكن يعني نناقش هزا طيب هو باقي قدامي على الـ time بتاع الـ session الـ round الاولانية دقيقة فاحنا ممكن يعني ونبدأ تاني بعد مجرد ما يفصل ممكن نريكوننكت او حتى ممكن يعني ممكن نكمل كلامنا كده هو لما يطرح احنا كلنا نريكوننكت تاني تطوى يعني بتتعمل بقى يبقى انا دلوقتي زي ما قلنا المشروع كان مجرد فكرة في دماغ المالك الفكرة دي اتعمل ليها دراسة جابت انها مجدية فقلنا خلاص احنا هنـ proceed في المشروع وهنعمله وبعدين بعد ما قلنا هنعمله روحنا بالافكار و بالمحددات اللي احنا عارفينها كمثل المالك روحنا للـ designer المهم ليه ان احنا نبقى عارفين المحددات عشان لو هو الـ designer هيحيد عن عن المحدد ده ليقول له لأ تضعت بره الـ parameter ده احنا لازم ننحققين الـ parameter ده في التصميم بتاعنا هونك يبقى الـ parameter ده بقى كي مثلا من نحية التسويقية مثلا لا انا عايز مساح تغيرها عشان ده اللي بيتباع سهل في المنطقة دي ما تديش مثلا تعمل شقة مساحتها 300 متر في منطقة هي مستوها